مفهوم التقليد هو في التباس حوله في ثقافتنا المعاصرة هو موضوع أكثر شمولية هو أن نتكلم عن العلاقة بين الموروث والتجديد كيف يتم التجديد بالنسبة للموروث ما هي المواقف هناك ثلاثة مواقف اعتبارية في هذا الإطار هناك التقليد التكراري الذي يأخذ الموروث ويستنسخه يعني يعيده كما هو هناك موقف ثاني هو التقليد التأويلي أو التقليد التجددي الذي يعتمد على الموروث كنموذج لابتكار أو لتكوين انتاج جديد على النسق الموروث وهناك موقف اعتباري الثالث هو الحداثة الحداثة تأخذ موقفا مناقضا للسوية أو للنسق الموروث قد تتعامل مع الموروث إنما بطريقة مغايرة لنمازجه وتعتمد معايرة جديدة وقد تنقض كليا ما هو موروث